السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغتي الجميلة سوف نكمل اليوم درسنا عن الفاعل بارك الله فيكم أرجو منكم للسعداد وسوف نقوم باستذكار ما أخذنا ودرسنا في الدرس السابق ثم نكمل ما تبقى لدينا من هذا الدرس بارك الله فيكم أيضا معي في لغة الإشارة الزميلة لأستاذة يسرى الشهري نبدأ من التطبيق التي سبق وأن قمنا بالتدرب عليها وطبق أضع الأسماء الآتية في جمل تكون فيها فاعلا ثم أنطقها نطق سليما تحدثنا عنها أيها الأبطال العيد المعلمة المسافر وضعناها في جمل مفيدة وقلنا في الكلمة الأولى أقبل العيد بأيامه السعيدة بأيامه السعيدة الفاعل هنا العيد والفعل أقبله الذي أقبله هو العيد من قام بالفعل العيد بارك الله فيكم أيضا شرحت المعلمة الدرس من التي شرحت الدرس؟ أحسنتم أيها الأبطال المعلمة أيضا عاد المسافر إلى وطنه أبحث عن من الذي عاد أحسنتم هو المسافر أيضا لا أنسى أن أضبط الفعل والفاعل بالعلامة العربية أيضا هنا أيها الأبطال أضعوا فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية ثم أنطقوا الجملة نطقا سليما وصل يزدحم هبت وصل أحمد إلى المدرسة من الذي وصل إلى المدرسة؟ أحمد وهو الفاعل أيضا الجملة الثانية يزدحم الناس يزدحم الناس في الأسواق من الذي يزدحم داخل الأسواق أو في الأسواق؟ أحسنتم الناس أخيرا هبت رياح عاصفة أبحث عن الفاعل بوضع السؤال وأقول من التي هبت أيها الأبطال أحسنتم رياح عاصفة هي التي هبت مثلا علينا أو ليلة البارحة إلى آخره أيضا لا أنسى أن أضع العلامات العرابية للفعل والفاعل إذن استنتجنا في درسنا السابق أن الفعل أو الفاعل مرفوع دائما والعلامة التي تظهر على آخره هنا هي الضمة أيضا أيها الأبطال تعلمنا قواعد لا ننساها وهي الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين وهما الفعل والفاعل أيضا الفاعل اسم مرفوع ويدل على من قام بالفعل يدل على من قام بالفعل دائما نأخذ سؤال من الذي قام بالفعل ونذكر هذا الفعل سوف يتضح لنا الفاعل ونبحث عن الفاعل في الجملة أما علامة العراب العلامة العرابية للفاعل فعلامة رفعه علامة رفع الفاعل هنا الضمة التي تظهر على الحرف الأخير منه أما في درسنا اليوم سوف نتعرف على الأهداف بشكل سريع بارك الله فيكم أن يميز الطالب والطالبة الفاعل واستعماله أيضا أن يستنتج الطالب والطالبة العلامة الإعرابية للفاعل سوف نكمل من هذا التطبيق أيها الأبطال وسوف نطبق الأهداف من خلال هذه التطبيقات أجيب عن الأسئلة الآتية بجمل فعلية وأقرأها مع الضبط بالشكل سؤال ماذا يفعل المعلم؟ ماذا يفعل المعلم؟ أحسنتم أيها الأبطال يشرح المعلم الدرسة يشرح المعلم الدرسة الآن أيها الأبطال كان المطلوب بجملة فعلية إذن يجب أن أبدأ بفعل مناسب يشرح من الذي يشرح المعلم؟ لأن هنا السؤال عن المعلم ماذا يفعل المعلم؟ يشرح المعلم الدرسة ماذا يفعل الخباز؟ الخباز أيها الأبطال ماذا يفعل؟ أحسنتم بارك الله فيكم يخبز يخبز الخباز الخبزة يخبز الخباز الخبزة أحسنتم أيها الأبطال إذا بدأنا بالفعل يخبز وتحدثنا عن الفاعل ومن هو الخباز؟ أيضاً ماذا يفعل الطبيب؟ يعالج الطبيب المريض يعالج الطبيب المريض إذن أتينا بفعل يناسب الطبيب وقلنا يعالج وهذا فعل مضارع الطبيب هو الذي يعالج الطبيب ويعالج المريض ماذا فعل التلميذ في الدرس؟ التلميذ ماذا فعل في الدرس؟ يستمع التلميذ للدرسي يستمع التلميذ للدرسي أتينا بالفعل المناسب يستمع إذن من الذي يستمع التلميذ؟ هو الفاعل ماذا فعل الزارع؟ أحسنتم أيها الأبطال يحصد الزارع الثمار يحصد فعل بدأنا هذه الجملة بالفعل المناسب لهذا الفاعل إذن يحصد الزارع إذن الزارع هنا هو الفاعل الذي قام بالفعل يحصد الثمار بإمكانكم أيها الأبطال أيضا الإجابة بجمل من إنشائكم ولكن يجب أن تكون جملة فعلية أنتقل وإياكم الآن إلى التطبيق الخامس أجعل الفاعل مفردا في الجمل الآتية وأضبطه بالشكل قبل أن نبدأ بهذا التطبيق أيها الأبطال أذكركم أن الإسم الإسم ينقسم إلى ثلاثة أحسنتم ثلاثة أنواع إما مفرد أو مثنى أو جمع المفرد يعني بمعنى أصح مفرد هذا الذي معي قلم كم عدده؟ واحد أحسنتم هذا قلم أما إذا كان لدي إثنان منهم فأقول قلمان أحسنتم إذن هذا المثنى أما الجمع فيكون ثلاثة فأكثر ثلاثة فأكثر هذا الجمع بارك الله فيكم إذن استذكرنا أنواع الإسم من حيث العدد ونبدأ الآن بالتطبيق تورق الأشجار المطلوب أن أعين الفاعل إذن أين الفاعل هنا؟ الأشجار هل هو مفرد أم مثنى أم جمع؟ أحسنتم جمع آتي بالمفرد من هذه الأشجار فأقول تورق الشجرة فارك الله فيكم تلمع النجوم تلمع النجوم النجوم كثيرة إذن هي جمع آتي بالمفرد من النجوم وأقول تلمع النجمة تلمع النجمة فرح الأطفال الأطفال كثيرون أريد مفرد من الأطفال أحسنتم بارك الله فيكم فرح الطفل فرح الطفل إذن أيها الأطفال العلامة العربية للفعل هنا أيضا هي الضمة وهنا الضمة وهنا الضمة قمنا بضبطها بالشكل نهاية بالعلامة العربية نهاية الإسم هنا أيها الأطفال أجعل الفاعل جمعا في الجملة الآتية وأضبطه بالشكل إذن نقوم بالعكس أيها الأطفال هو مفرد نأتي بالجمع من المفرد طاف الحاج حول الكعبة ماذا أقول أيها الأبطال طاف الحجاج حول الكعبة طاف الحجاج حول الكعبة الحجاج جمع أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة انتصر الجندي على الأعداء الجندي هنا هو الفاعل والجندي هنا مفرد أم مثنى أم جمع أحسنتم بارك الله فيكم مفرد إذا انتصر الجندي أريد الجمع من الجندي فأقول أحسنتم أيها الأبطال وأعيد كتابة الجملة انتصر الجنود على الأعداء أخيرا يلعب الولد بالكرة أين الفاعل؟ الولد آتي بالجمع أحسنتم الأولاد أعيد كتابة الجملة وأقول يلعب الأولاد بالكرة الأولاد هنا فاعل والحالة العربية الرفع أو الحالة العربية الرفع والعلامة الضمة الظاهرة على آخره بهذه الطريقة أيها الأبطال الآن أجعل الفاعل أجعل الفاعل جمعا في الجمل الآتية يشرب الطفل الحليب يصوم المسلم شهر رمضان حفظ طالب النشيد أين الفاعل أولا؟ بشكل سريع يشرب الطفل الحليب من الذي يشرب الحليب؟ أحسنتم الطفل إذن هذا الفاعل يصوم المسلم شهر رمضان شهر رمضان أين الفاعل؟ أحسنتم المسلم هنا الفاعل أيضا حفظ الطالب النشيد من الذي حفظ النشيد؟ أحسنتم الطالب آتي الآن هذه الفاعل أقوم بتحويله إلى جمع وأقول يشرب الأطفال الحليب أيضا يصوم مسلم الجمع من المسلم أحسنتم بارك الله فيكم يصوم المسلمون شهر رمضان حفظ الطالب النشيد حفظ الطلاب النشيد بارك الله فيكم بهذه الطريقة أيها الأطفال أستفيد من الكلمات الآتية لأثري الفاعل بوصف مناسب لدي هذه الكلمات المشتهدة الجميل الساطعة أضعها في الفراقات المناسبة بعد القراءة غرّد الطائر غرّد الطائر فراغ ابتهاجا بالعيد أين الفاعل الطائر أستطيع أن أثري الطائر بوصف جميل فأقول غرّد الطائر المشتهدة أم الجميل أم الساطعة ما الكلمة المناسبة أحسنتم الجميل غرّد الطائر الجميل ابتهاجا بالعيد بهذه الطريقة أيها الأبطال استطعت أن أكون جملة مفيدة يوجد بها وصف للفاعل أنتقل للجملة التالية نالت التلميذة فراغ جائزة أستطيع أن أقول نالت التلميذة الجائزة وانتهي الأمر ولكن أريد أن أعطي للجملة جمالية أكثر وإثراء أكثر أثناء الكتابة فأقول نالت التلميذة فراغ جائزة المجتهدة أم الصاطعة أحسنتم التلميذة المجتهدة بوصف مناسب جميل التلميذة المجتهدة جائزة أخيرا أشرقت أشرقت الشمس هنا جملة مفيدة أشرقت فعل الشمس فاعل أستطيع أن أضيف كلمة أشرقت الشمس الصاطعة بارك الله فيكم أشرقت الشمس الصاطعة أضفنا كلمات إثرائية وهي وصف للفعل الذي ذكر معنى الجمس الجمس مثلا مثلا كأن أقول زار أحمد أقاربه في العيد زار أحمد أقاربه في العيد مساعدة مساعدة المحتاجين أحسنتم أحسنتم فعل فعل وفاعل فعل وفاعل إذن هي جملة فعلية ننتقل الآن إلى هذا التطبيق بارك الله فيكم أولا سوف نقرأ هذه الكلمات أو هذه الجملة يذهب محمد إلى القرية يذهب محمد إلى القرية الفعل يذهب الفاعل محمد ما المطلوب الآن؟ أضع هند بدل محمد وأعيد كتابة الجملة إذن بهذه الطريقة أيها الأبطال أعيد كتابة الجملة يذهب محمد إلى القرية هذه الجملة الأساسية ماذا سيحدث إذا وضعت هند بدل محمد أولا يذهب محمد هنا يدل يذهب على أن الفعل مذكر ويتحدث عن فاعل مذكر تذهب هنا تأنيث الفعل لماذا؟ لأننا سوف نتحدث عن الفاعل مؤنث إذن تذهب هند إلى القرية تذهب هند إلى القرية هنا ماذا قمنا بالفعل من مذكر يذهب إلى تأنيث الفعل تذهب ووضعنا الفاعل هند بدل الفاعل محمد وكملنا الجملة كما هي أجيب حسب المطلوب بين القوسين استيقظ فواز صباح العيد نشيطا أضع النورة بدل فواز وأعيد كتابة الجملة بنفس التطبيق السابق بنفس الشرح السابق نقوم بهذه الطريقة إذن المطلوب عليا هو تذكير الفعل أو تعنيث الفعل لديه هنا الآن تعنيث الفعل استيقظت نورة صباح العيد نشيطة نشيطة إذن استيقظت نورة صباح العيد نشيطة الجملة التالية يهتم الأب بتربية أبنائه أضع الأم بدل الأب وأغير ما يلزم فأقول تهتم الأم بتربية أبنائها إذن هنا أيها الأبطال قمنا بتعنيث الفعل في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية أيضا لأن الفاعل تغير من مذكر إلى مؤنث غيرنا ما يلزم في نهاية الجملة ما نوع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث في الجملة المكتوبة في الأساس الفاعل كان مذكر عند التعديل ما نوع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث في الجملة التي قمت أو قمت بتعديلها بعادة كتابتها أحسنتم مؤنث أكمل الجدول بارك الله فيكم المذكر والمؤنث لدي كلمات هنا نأتي بكلمات فمثلا نقول أديك مذكر الطالب مذكر أستطيع أيضا أن أأتي بكلمات أخرى بإمكانكم القيام بالإجابة عليها أيضا الجمل مذكر من ناحية المؤنث الدجاجة مؤنثة المعلمة مؤنثة الشات مؤنث أستطيع أن أكتب بعض الكلمات التي تدل على المذكر والمؤنث فأملأ الفراغ المناسب الطالب المذكر هنا الديك المؤنث من الديك الدجاجة الطالب والمؤنث من الطالب أحسنتم الطالبة المعلم المعلمة الجمل الناقة الشاه الخروف ماذا فعلنا في هذا التطبيق أيها الأبطال لدي هنا أسماء مذكرة أتينا بالمؤنث منها وعلى العكس في الأسماء التي في الأسفل أتينا بالمذكر منها نلاحظ ما الاختلاف بين المذكر والمؤنث وأبرز علامات التعنيث بينهما إذن أبرز علامة للتعنيث هي التاء المربوطة في آخر الإسم ألاحظ الطالب والطالبة لو حذفنا التاء المربوطة أصبحت مذكر ولكن هنا مؤنث أيضا المعلم والمعلمة التاء المربوطة هذه من أبرز علامات التعنيث أيضا يشار للإسم المذكر بإسم الإشارة هذا للمذكر هذا ديكون وهل أستطيع أن أقول هذه ديكون دجاجة هذا دجاجة لا وإنما أقول وإشارة للإسم المؤنث بإسم الإشارة هذه مثل هذه الدجاجة هذه الناقة هذه الشاه إلى آخره بهذه الطريقة أيها الأبطال أستفيد في نهاية التطبيق كما تحدثنا عنه الآن أقوم ب أشير إلى كل صورة باستخدام أسماء الإشارة مما يأتي بإسم الإشارة المناسب لأميز المذكر من المؤنث هذا الولد مذكر أو مؤنث مذكر إذن سوف أستخدم هذا اسم إشارة وأقول هذا فتاة الباب هذا باب أيضا هذه الصورة ماذا أقول هذه نافذة وهذه فتاة أحسنتم أيها الأبطال سوف أقوم بقراءة هذا النص الذي أمامي ونستخرج أيها الأبطال منه ما يطلب مننا بعد القراءة عرج التركيز يحتفل المسلمون كل عام بعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى فبعد صيام رمضان يفرحوا المسلمون بعيد الفطر لأنهم صاموا وأطاعوا ربهم وبعد الحج يفرحون بعيد الأضحى المبارك بطبيعة الحال في درسنا اليوم سوف نستخرج الفعل والفاعل إذن يحتفل فعل مضارع مرفوء علامة رفعية الضمة من الذي يحتفل المسلمون نبحث عن الفعل وفاعل غيرها ونقول بعيد الفطر وعيد الأضحى فبعد صيام رمضان يفرحوا المسلمون يفرحوا فعل مضارع مرفوء علامة رفعية الضمة والمسلمون فاعل مرفوء علامة رفعية الواو لأنه جمع مذكر سالم سوف تتعلمونه في السنوات القادمة بإذن الله المطلوب استخراج الفعل والفاعل المطلوب استخراج الفعل والفاعل الفعل يحتفل كان الفاعل أحسنتم المسلمون أيضا في الجملة الثانية التي تعشرنا إليها يفرحوا بارك الله فيكم أيها الأبطال في نهاية درسنا اليوم تعلمنا عبرنا عن المعاني بجمل مفيدة فعلية مفيدة أيضا جعلنا الفاعل مفردا وجمعا في الجمل أيضا أخيرا تعرفنا على أبرز علامات لتعنيث الإسم إلى هنا أيها الأبطال نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم إلى أن نلتقي في درس قدم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته